موسيقى كيف نميز النبي الكذاب أهلا أحبائنا مشاهدين في كل مكان في هذه الحلقة الخاصة رح نتكلم عن هذا الموضوع الهام وبالتوقيت المناسب في هذه الأيام تعرفوا موضوع النبوة الكاذبة أو النبي الكذاب هي مشي جديد من بداية الخليقة ودائما بتشوف أشخاص المخادعين والمكارين واللي بيعملوا لحسابهم الخاص مش لمجد الله وهي مشكلة منشوفها عبر العصور والأزمان مشكلة في العهد القديم سببت طبعا شعب إسرائيل وشعب يهوذة أن يروحوا للسبة بسبب القيادات الغير حكيمة والقيادات الغير روحية كانوا بدل ما أن يتكلموا بكلام الله يعطوا وعود كاذبة أو مش صحيحة وبتشوف التحذرات في العهدين في العهد القديم داما بحذروا من الأنبياء الكذبة في العهد الجديد بتشوف يسوع بحذرنا من الأنبياء الكذبة الرسول بولوس بحذرنا من الأنبياء الكذبة الرسول يحنى بحذرنا الرسول بوتروس وهكذا يعني معظم الكتاب العهد الجديد بالوحي كانوا بحذرون من الأنبياء الكذبة وكأن هذا ليس كافي حتى في آخر الأيام بيتكلم الكتاب المقدس في سفر رؤية عن مجيء برضو كمان نبي كذاب قبل مجيء المسيح ثانية وشخص يسمى الأنتي كرايشت أو ضد المسيح فموضوع مستمر لكن السؤال كيف فينا انميز النبوة الحقيقية وكيف فينا انميز النبي الحقيقي من النبي المخادع وهل في علامات اللي بتوضح أو بتدل على هذا الموضوع ابقوا معي سنتحدث عن هذا الموضوع بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اهلا اعزائنا مشاهدين في كل مكان انتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائية قناة الحياة المسيحية والحلقة بعنوان كيف نميز النبي الكذاب ومين ممكن يكون اكثر من شخص اللي هو ضليع متخصص رجل الله صديق اخ محبوب على قلبي جدا القص دكتور ثابت مجلي يجاوب على كل هذه التساؤلات قسيس ثابت اهلا وسهلا فيك قسيس نظار دايما شرف لي ان اكون موجود معك حادتك اخ عزيز جدا جدا على قلبي بشكر الله من اجل برامج الرائعة اللي حادتك بتقدمها والخدمة الممتدة في الميديا وفي الكرازة ربنا يباركك ويستخدمك شكرا جزيلا قسيس ربنا يباركك طبعا من المقدمة ومن الفكرة الرئيسية كيف نميز بس قبل ما نخوض في صلب ولب الموضوع حابب اسألك قسيس كيف نعرف النبي وكيف نعرف النبوة واحدة من الحياة اللي وحادتك بتتكلم عن فكرة النبي الكذاب وكيف نميز النبي الكذاب على طول جات في ذهني فكرة الانسان كان بعيد كل البعد عن اي كذب وكان بعيد عن الكذاب وابو كل كذاب طالما كان في شركة مع الله لما كان ادم وحوى في شركة مع الله قبل ما يدخل الكذاب عليهم كان الانسان محمي من كل انواع الكذب والخداع لكن بسقوط الانسان اصبح وانا خدت الكلام ده من المقدمة اللي حضرتها قلتها لما بتكلم عن ان يستمر الناب الكذاب في كل عصر وفي كل جيل وهيستمر حتى مجيء المسيح فعشان كده بداية وجود الكذاب وابو كل كذاب هو الشيطان اللي خدع الانسان بأكاذيبه في تعريفنا للنبي هنلاقي اولا مهم جدا جدا ان احنا نتكلم عن موضوع النبي لان كتير من الديانات اساسها بيقوم على وجود شخص او نبي او ادعياء النبوة فده ده موجود في في كل ديانة شخص يأما بيحمل رسالة الله الحقيقية وده النبي الحقيقي او الشخص يدعي انه يحمل رسالة من الله ففي الشخص الحقيقي وفي الشخص وفي الادعياء او هم وكلاء الله على الارض وكتير من الناس تم خداعهم بنبوات كثيرة او بتعاليم مضللة وبتعاليم مضلة عشان كده مهم جدا جدا ان احنا نعرف النبي كان غرض الناس دي وعشان كده انا بتكلم كمان للمشاهدين لان الايام دي جسيس نزار اصبحت التقوى تجارة الكتاب المقدس حذرنا من ان تكون التقوى تجارة لكن في ناس النهاردة بيستخدموا التقوى كتجارة يتجروا بالدين فكان في انبياء بيتجروا بالدين كانوا بيكسبوا مكاسب معينة من نبواتهم وتنبواتهم عشان كده لازم نحذر من الذين يخدعون الناس بنبوات كاذبة وصاروا وراء انبياء كاذبة كان كل غرضهم تحقيق شهواتهم واغراضهم الشخصية مش بس النبي خادم الله الانسان المؤمن المفروض مش بيدور على تحقيق رغباته حتى ان الله نفسه لا يحقق رغبات الانسان لان رغبات الانسان ليست دائما سليمة الله يعطينا احتياجاتنا لان مرات رغباتنا تدمرنا فعشان كده في انبياء بيكون هدفهم ان هما يحققوا رغباتهم وشهواتهم يفرضوا سلطانهم وسطوتهم على الناس باسم الدين وعايز هنا اكد على فكرة اي شخص عايز سيطر عليك باسم الدين سواء مسيحي سواء مش مسيحي ايا كان الشخص ده عايز تحكم فيك باسم الدين هذا الشخص ليس من الله لان حتى الله نفسه جدم نفسه لنا كخادم يعني لما نشوف ان الله بيعد الخليقة كاملة امام الانسان ويرتب للانسان كل احتياجاته قبل ان يوجد الانسان فبنشوف الله هنا بيقدم نفسه مش واحد بيفرض سلطانه عشان يتحكم في الناس لان ليه كل السلطان انه يعمل كده لكن بيستخدم سلطانه في الخدمة وده اكدوا الرب يسوع المسيح ان ابن الانسان لم يأتي ليخدم بل يخدم ويضع نفسه فدية عن كثيرين عشان كده بنلاقي ناس كتيرة باسم الدين بيتجروا باسم الدين فالمفروض ان احنا ما نصدقش دول ونسمع كلام الكتاب ايها الاحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الارواح هل هي من الله لان انبياء كذبة كثيرين قد خرجوا الى العالم مين هو النبي في المعنى اللغوي انا هاخد مثلا النبي في المعنى اللغوي واخد النبي في المعنى الكتابي وبعد كده هاخد بسرعة النبوة وفضل النبي في المعنى اللغوي هو المخبر عن الغيب او المستقبل بالهام من الله وهو المخبر عن كل ما يتعلق بالله ده المعنى اللغوي في اللغة العربية ده معنى كلمة نبي لو دورنا في المعاجم العربية هنلاقي ده والمعنى ده فيه يقترب من المعنى الكتابي او جزء من دور النبي في الكتاب المقدس في اللغة العبرية كلمة نبي تعني الشخص الذي يعلن او يخبر عن الله برسالة الهية وهو معنى قريب من المعنى العربي استخدم اليونانيون نفس الكلمة التي تصف النبي بأنه المفسر لأقوال الله كمان النبي مش بس هو اللي بيستلم رسالة من الله لكن كمان ممكن يفسر أقوال الله إبراهيم الله دعاه النبي لأنه يصلي لما كان ملك جرار قال له رد امرأة الرجل لكي يصلي لأجلك فتحه لأنه نبي فهنا حتى الصلاة نفسها كشخص بيصلي فهنا النبي مش بس هو الشخص اللي بيتنبع عن المستقبل لكن في العهد القديم النبي لنبوات مستقبلية وجد بعد كده في سفر سمويل الأول تسعة تسعة كلمة الرائي لتصف النبي وتعبر عن أن النبي له اتصال فوري مباشر مع الله سابقا في اسرائيل هكذا كان يقول الرجل عند ذهاب ليسأل الله هلوم ما نذهب إلى الرائي لأن اليوم كان يدعى سابقا الرائي ده في سمويل الأول تسعة تسعة عبرت الكلمة نبي عن الشخص الذي له الرسالة من الله عن المستقبل أو الشخص الذي يعرف أسرار الله لأن عليه تحل روح الله وهذا المعنى واضح في سفر العدد حداشر من سبعتاشر لتسعة وكمان واضح في علاقة الله بنبي إبراهيم في موضوع سدوم معامورة لما اتكلم الله أنه مش هيخفي عن إبراهيم شيء هو صانعه ثم في تكوين تمنتاشر ستاشر سبعتاشر بيقول لسبعتاشر بيقول ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم وكان إبراهيم مشيا معهم ولو شيئهم فقال رب هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فعله النبي هو الشخص الذي يتكلم الله من خلاله سفر العدد وأنا مش هاجر كل الآيات فعموس نفس الحكاية بيأكد عن نفس الفكرة أن السيد الرب لا يصنع أمرا إلا وهو يعلن سره لعبيده الأنبياء كان النبي في العاد القديم نبواتهم تتمركز حول مجيء المسيح المخلص في لحور للرسالة فهنا النبوات كلها مش عن حتى مستقبل مادي ولا حتى عن هنأكل إيه بكرة ونشرب إيه والكلام ده كله اللي هو بيستخدمه العرافة باسم النبوة أو واحد ساحر أو عراف بيقول عن نفسه نبي هو اللي بيعمل كده لكن كانت لب الرسالة كان في مركز وجوهر لرسالة النبي أنه هو يؤكد وعد الله وكأن هنا أصل النبوة هو الله لأن الله هو اللي وعد بالخلاص كل رسائل الأنبياء ونبوات الأنبياء تشير إلى خلاص شعب الله من خلال مجيء مسيح المنتظر عشان كده كان فكر الشعب في القديم انتظار المسيح كل النبوات بتتمحور حول هذا المحور وحول هذه الرسالة الرسالة المخلص لأن الله أعلن ووعد بالخلاص فكانوا يعظمون ويعلمون ويعلمون عن الخلاص الذي تم في المسيح يسوع وهذا يقودنا إلى المعنى الكتابي لكلمة نبي كان المفهوم السائل في القديم عن النبي أنه الإنسان الذي له الحق أن يتكلم باللسان الله الله يضع الكلام في فم النبي ويعلم النبي ما يتكلم به وبنتشوف الكلام ده مع موسى في خروج 4-12 فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به وهنا النبي الحقيقي الله الحقيقي ليس بيسيب رسالته لأهواء النبي وشهوات النبي أو أغراض النبي أو ضعفات النبي الله يرافق رسالته ويصاحب رسالته ويحفظ رسالته يعني موسى ما يجاش في مرة وينسي كلام الله لأن الله مع الكلام أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به وده النبي الحقيقي النبي يتكلم نيابة عن الله بسلطان الله فهنا النبي كمان مش بيتكلم عن أحداث رد فعل النبي عنده رسالة بيتكلم للشعب أنا الله بسلطان الله وكان كمان بالإضافة لفكرة الخلاص وانتظار المسيح كان دور النبي هو إعلان التوبة وكان دعوة للتوبة والرجوع على الله عشان الناس يرجعوا ويكونوا في شاركة مع الله الله دوره مش بينتهي عند حد وضع الكلام في فم النبي لكن الله بيضمن توصيل الرسالة لشعبه وإلا ما يبقاش النبي ده مش نبي لله الحقيقي بعد كده النبوة يعني أنا بس عاوز يعني عشان نركز على النبي في العهد الجديد بتلاحظ عدة شخصيات يعني ذكروا أن المسيح نبي يعني أعطيك بعض الأمثلة المرأة السامرية قالت ليسوع أرى أنك نبي والمولود أعمى اللي الرب يسوع شفاه سألوه الرؤساء الدين ماذا تقول من حيث أنه فتح عينايك فكان جوابه أنه نبي ونفس الشي لما دخل يسوع أرشاليم مكتوب ولما دخل أرشاليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا؟ أجابت الجمع وقالت هذا يسوع الذي من ناصرة الجليل يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل وحتى بعد الصلب يعني تلمذي عمواس كانوا راجعين لبلدهم وبعدين بيتكلموا بهذه العبارة إنسانا نبيا مقتدرا بالأقوال والأفعال وبعدين بيحكوا بصوت أسيف حزين كنا نرجو أنه مزمع أن يفدي إسرائيل ولدرجة حتى لما تركوا من الصبح يعني كانوا سمعين من النساء عن خبر القيامة فإيه مفهوم الناس في أيام المسيح لما كان بعبروا أن يسوع هو النبي حضرتك ذكرت أحداث مهمة جدا جدا وتورينا معنى النبي في ذهن الناس في العهد القديم أول حاجة حضرتك ذكرتها في يحنى أربعة اللي هو السمرية أرى أنك نبي علمني بقى طالما أنت نبي علمني عرفني عرفني العبادة الحقيقية فين والسجود الحقيقي المين ولو إحنا شفنا أن ليه السمرية قالت له أرى أنك نبي أولا يحنى أربعة ده يعني أنا دايما في كل الكتاب المقدس ما فيش حاجة مش مفضلة ليا لكن يحنى أربعة بيدينا عمق كتابي رائع جدا جدا لإزاي المسيح بيعلمنا توصيل رسالته للناس أو لو إحنا خدنا يحنى أربعة في الأول قالت له أنت يهودي وأنا امرأة سمرية واليهود ما يعملوش السمرين أنا مش عايز أشوفك مش عايز أعرفك وهي كانت عايزة تخفي كل حياتها وهنا خلي بالنا من حاجة مرات كتيرة رفض الشخص لما برفض شخص مش لأن الشخص ده مش وحش ولأن أنا مش عايزه رفض الشخص عشان أنا عايز أخفي بلاوي جوايا وبلاوي في حياتي صح وأنا بقولي الكلام ده لأنني أنا بوجه رسالة دي لكل مشاهد اختار ودور على القائد الحقيقي دور على اللي في إيده خلاصك ما تدورش على التدين والمظاهر والشكليات وأنك عايز تخفي اللي جواك لا طلع اللي جواك لأننا اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل فهينكت المرأة السمرية عايزة تخفي اللي جواها المسيح لأن المسيح مش محتاج لكن المسيح لأن يهموا النفس البشرية وهنا برضو أنا عايز أوجي رسالة ثانية ناس كتيرة بيتكلموا عن الإنسان هو المركز والمحور والكلام ده كله ما فيش حد أعطى قيمة الإنسان في العالم غير الله في الكتاب المقدس هو اللي أعطى قيمة للإنسان الإنسان الهالك الذي يستحق الموت الله ادى له الخلاص فهنا المسيح أرأى قيمة هذه المرأة وطبعا دروس كتيرة جدا أن هو يتكلم مع امرأة ويحترم المرأة ويدي قيمة للمرأة لكن بعد ابتدت تتساءل من هو رجل يهودي ألعلك أعظم من أبينا عقوب وابتدت تتدرج في معرفة من هو المسيح لما المسيح قال لها جايت له أعطيني من هذا الماء قال لها اذهبي وضعي زوجك قالت له ليس لي زوج ويمكن لو أنا أو أي حد تاني يقولي شوف الست اللي بتجزب شوف اللي بتعمل اللي عايزة تخفي لكن المسيح ما جادش كده لأن المسيح بيدور بحب على النفس البشرية المسيح لو هو عايز يدين تب تعالي أنت عندك وعندك وعندك لكن المسيح مش عايز يدين المسيح عايز يقود للخلاص حتى تأديبه لينا بيقدبنا كأب لأولاده عشان يرجعنا مش عشان يبعدنا فهنا قال لها إذهبي أدعي زوجك فقالت له ليس لي زوج قال له أعارف أنه ملكي زوج لأن كان لك خمسة أزواج والذي معك الآن ليس هو زوجك لما عرفت أنه كشفها وتكشفت جدامه وأصبحت صفحة مقروقة وعلى فكرة حتى في ديانات أخرى حتى عند إخواتنا المسلمين بيعرفوا أن المسيح يعلم الغيب ويعلم ما يخزنونه في بيوتهم وكل الكلام ده فهنا المسيح هنا لما كشفها قالت له طيب أنا بجأ عايز أتعبد بس هنا الجماعة دول بيقولونا في روشليم وإحنا بنقول في هذا الجبل فنسجد فين في جبل جرزيم نسجد في هذا الجبل ولا في روشليم فالمسيح قال المشكلة مش فين نسجد لكن لمان نسجد لمان نسجد واكتملت القصة أني مسيح يأتي ومتى جاء يخبرنا بكل شيء فجل أنا الذي أكلمك وهو فهنا المفهوم اللي تدرج من رجل أعظم من يعقوب نبي للمعرفة الكاملة بالمسيح المسيح مش نبي بمعنى أنه نبي يتنبع عن الغيب لكن هو النبي الموعود به ليأتي ليخلص العالم هو المسيح فعشان كده مرتبطة دايما بعمل الخلاصي مرتبطة دايما بأعمال المسيح التي تفوق كل أعمال الأنبياء في القديم لأنه أعظم من نبي ده بالنسبة ليوحان أربعة يعني اللي عاوز أقوله أنه كتير مرات من المعترضين بيقولوا أنتو بتدعوا في شخصية المسيح أكتر من اللازم أنه هو إله فبيجيبوا الآيات والآيات اللي ذكرتها مثلا حتى الناس اللي معاه بتشهد أنه هو نبي ولكن الأغرب في الموضوع ما هو الغرض لهذا الكلام شو السبب أنه بتقول هذا الكلام هل أنت مخلص في بحثك لأنه معظم هذه الآيات إذا بتقرأ يعني بتقرأ ثلاث أربع آيات بعدها بتشوف إعلان المسيح عن نفسه الإعلان الكامل وأنه فعلا الله ظاهر في الجسد فبيختاروا آية لكن مش كل الآيات مش سياق الحديث وهذا طبعا شيء خطأ جدا بيضللوا الناس طب أنت بتخفي إيه وبتدافع عن مين وليه أليس الحق أهم شيء ومش يوم للأيام رح يتواجه الإله الحي الحقيقي فهي الإشكال اللي منواجهها بيخده أها ما هو نبي إحنا كمسيحيين نؤمن بوظائف المسيح ولما مندرس اللهوت منقول أنه المسيح شغل يعني وظيفة الملك والكاهن والنبي وهو طبعا يحق أن يكون نبي لأنه تنبأ كمان تكلم عن أمور آتية تنبأ عن آلامه عن موته عن صلبه عن قيامته تنبأ عن خراب أرشليم وتنبأ عن أمور كثيرة عن آخر الأيام فهو أعظم يعني هو نبي نعم لكن أعظم من نبي هذا الفكرة اللي حابب أوصله لو أنت وصلتها بشكل حلو أنه السامريه لما ابتدى أرى أنه كنبي أخذها بالإعلان بالتدرج حتى يعطيها الإعلان الكامل بالضبط حقا سيسو وبعدين حتى فكرة المسيح كنبي الفكرة أني أنا بقول أن المسيح مش هو بس نبي هو كمال النبوة نعم ليه؟ لأن النبوة بتطلب نبي ونبوة نعم النبي يتنبأ عن شيء لكن المسيح يتنبأ عن نفسه يتنبأ عن مجيئه يتنبأ عن عمله الكفار على الصليب ألامه وصلبه وقيمته عشان يتمم الخلاص فالمسيح هنا هو كمال النبوة مش بس مش مجرد نبي هو كمال النبوة عشان كده كاتب رسالة العبرانين بيقول أن النبوة تعلن عن الله وعن طبيعة الله من خلال الأباء والأنبياء الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة قديما هنا الله بيكلم الناس بالأباء والأنبياء عشان يعلن عن الله عن طبيعة الله كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه فهنا أصبح الله الذي يعلن للإنسان من خلال الإنبياء أعلن عن نفسه من خلال نفسه لأنه المسيح هو الله الظاهر في الجسد المسيح هو الله اللي أخذ جسد المسيح هو اللي أعلن عن المسيح هو إعلان الله الكامل فعشان كده هو مش بس نبي ده هو النبوة هو كمال النبوة فهي دي الفكرة عشان كده هو أعظم من نبي والفكرة اللي حضرتك ذكرتها في ماتة 21 وفي أكتر من موضع عن فكرة في الأول هو الموضوع عن دخول المسيح الانتصاري للأرشاليم في ماتة 21 هنلاقي إنه لما أرسل اتنين عشان يجيبوا الحمار وجحش ابنتان جالهم جولوا للراجلة وسألكم جولوا الرب محتاجي ليه هو عارف اللي يحصل وعارف السؤال اللي يتسأل فهنا الله عارف الأسرار هنا المسيح عارف الأسرار مش بس كده في دخول المسيح الانتصاري للأرشاليم هما صرخوا صرخة مش مجرد نبي هو المسيح وصلنا مبارك الآتي لابن نقود خلصنا هما ينظرون إليه على أنه المخلص المسيح الآتي سمعان الشيخ لما مسك المسيح بين إيديه في الهيكل هو طفل جال الآن اطلق عبدك بسلام لأن عينية قد رأت خلاصك فهنا الخلاص تم وفي أكتر من موضع الناس المخلصين على فكرة كان فيه في اليهود الناس مش مخلصين كانوا عارفين المسيح وعارفين موصفات المسيح وشارفين أن ده المسيح لكن ابتعدوا عنه لأنه بيدوروا على مكاسب دينية عايزين يحفظوا لنفسهم بالقيادة الدينية عايزين يتحكموا في الناس عايزين يتجروا في الناس وده نفس اللي بيحصل النهاردة جسيس نظار النهاردة يعني أنا كنت مجرى في شعية أربعين وبشوف أن شعية تسعة وتلاتين لما كان بيتكلم عن دخول شعب يهوزة إلى السابي وبنشوف أن في أيام حزقية كان فيه نهضة رائعة لكن في أيام منسة اللي جاء بعد كده الملك منسة لما نجرى عن منسة والكتاب بيتكلم عن منسة أنه عمل كل أنواع الشرور التي لا يمكن أن تتخيل أن هناك شر بعيد عن هذه الشرور حتى أن الكتاب وصفوا أنه أضل الشعب وقاد الشعب لعبادة الأوثان والأصنام عبادة الأمم الذي ترادهم الرب من أمامك النهاردة إحنا عندنا ناس معلمين كذبة للأسف وبيعلموا الناس أنهم يبعدوا عن الحق ويبعدوا عن الكتاب وبيعلموا الناس أن الخطيئة مش خطيئة الخطيئة مرض وكل الكلام ده لكن إحنا عايز أقول أن الرسول بطرس اللي هو الرسول اللي عاين المسيح وعاين المجد الأسنى جاء الحاجة رائعة عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت استفعلونا حسنا إن انتبهتم إلي فأنا بصلي من أجل شعب الرب في الكنيس أي تعليم تسمعوا امتحنوا الأرواح لا تصدقوا كل شيء أمين أمين طيب قسيس إحنا نأخذ فاصل قصير لأن عاوز أدخل صلب الموضوع لكن إذا الموضوع أثار تساؤل في ذهنك كون مخلص يعني ابعت أسئلتك بإخلاص لأنك إتعاوز تعرف مش لأنه عاوز تدافع أو عاوز يتهاجم لكن اسأل وهذا منحقق إذا في شيء مش واضح ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل موسيقى 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 اشتركوا في القناة وضيف حلقتنا القس ثابت مجلي اهلا وسهلا قسيسنا ثابت ربنا يباركك ويبارك خدمتك طبعا احنا ممكن نحكي في كل نقطة لفترة طويلة لكن عاوز ادخل حتى المشاهد يدرك شو الامتحان كيف نميز شو المقارنة بين النبي الحقيقي او النبي الكذاب وتفضل خد راحتك انا في الاول هاخد حاجة صغيرة عن مصادر النبوة لان النبي بياخد من حد بياخد من المصدر فيه المصدر الاول للنبوة هو الله الحقيقي وطبعا لو المصدر ده هو المصدر بتاع النبي يبقى النبي ده نبي حقيقي مش نبي كذاب هنلاقي ان النبي الحقيقي لابد ان يتأكد من من الذي كلمه يبقى عارف وبنشوف الكلام ده موجود في خروج ثلاثة لما الله ظهر لموسى في العليقة ورغم المشهد العجيب والرائع وبينادي موسى وبيكلم موسى لكن موسى كان مصر ان يعرف انت مين مين اسمك على الناحية التانية بيلاقي نبي بيروح ويقول للناس انا جاي لكم برسالة بس مش عارف الرسالة من الله ولا من الشيطان فهنا انت نفسك لو انا جسيس نظار جاي اقول لك انا عندي رسالة ليك بس انا مش عارف الرسالة دي من ربنا ولا من الشيطان انا من نفسي مش عارف انا اللي جاي بالرسالة مش عارف انت هتصدقني ازاي انا عايز بس حتى نستخدم جزء من المنطق في الكلام فلكن انا عندي نبي تأكد من الذي كلمه هو الله وده موسى وخروج ثلاثة مش هتكلم كتير في النقطة دي لكن هنلاقي خروج ثلاثة يشوع واحد ارمية واحد كل نبي الله هو اللي بيكلمه وبيتأكد ان الله اللي كلمه وان الله معه سموئيل الاول تسعة تسعة سموئيل التاني اربعة وشرين حداشر كل ده بيؤكد ان المصدر اللي يأكد من النبي الحقيقي من النبي الكذاب اذا كان النبي الحقيقي متأكد ان رسالته من الله لو انت كنابي جاي اللي تقول انك مش متأكد من رسالتك عايز انا لأكدها لك المصدر الثاني هو الشيطان ما هو يلا يا الشيطان ما فيش حاجة غير بين الاتنين في ناس دلوقتي بتحاول تشوف الوان مختلفة بين اللونين الاسود والابيض لكن هنا احنا ما عندناش غير مصدرين يا اما مصدر الهي يا اما مصدر شيطاني يستخدم الشيطان ادوات كثيرة منها واخطرها الانبياء الكذبة الذين يضللون الناس وفي هذه الحالة الانبياء يكونون ادات في يد ذلك المضل لكن السؤال هل يوجد نمازج لانبياء كانوا ادات في يد الشيطان هللاقي مثلا انبياء انا حطتها باللغة دي انبياء وسوس الشيطان في صدورهم بنبوات شيطانية ده حاجات كتاب الكلام ده حاجات في الكتاب ملوك الاول اتنين وعشرين حداشر واربع وعشرين كان الشيطان قد دخل كروح كذب في افواء الانبياء الذين يشيرون على اخاب الملك يبقى هنا الشيطان وسوس ولا موسوس احنا عندنا الكتاب وهو الشيطان بوسوس بس بوسوس لمين للانبياء الكذبة لكي يضل الملك از ينصحونه ان يحارب رموة جلعاد لانه سينتصر بينما هذه الحرب الهلاكيه ونشوف ان ده حصل فعلا الحرب كانت هلاك وتنبأ له صدقية ابن كانعنى بهذا الانتصار في ملوك الاول اتنين وعشرين حداشر فهنا ده نبي بيتنبأ عشان يرضي الملك وهنا الشيطان هو مصدر الوحي فلما يكون الشيطان مصدر الوحي استحاله يكون النبي ده نبي حقيقي او نبي من الله المصدر التالت هو المنفعة الشخصية المنفعة الشخصية على فكرة حتى الرسول بطرس وهو بيتكلم في بطرس الاولى خمسة عن رعاية الشعب كان رعاية مش بتكلم عن ربوة لكن كان بتكلم عن رعاية الشعب قول اطلب الى الشيوخ انا الشيخ رفيقهم ارعوا رعية الله وبعد كده بيؤكد لا لربح قبيح بل بنشاط والربح كمان مش المال الربح ممكن يكون السلطة يعني ممكن الناس تكون ممكن الناس تدفع مال بس عايزة تبقى في السلطة يكون الحاكم بأمره فده الربح دايما مش هو مال فعشان كده العنصر ده المنفعة الشخصية انبياء تنبعوا لأجل المال انبياء تنبعوا لأجل ارضاء الملوك ولو احنا خدنا رحلة في فكرة الملوك وفي دور الانبياء والملوك هنلاقي ان الدور ده تطور من ان كان النبي هو الحاكم زي موسى هو اللي كان بيقود الشعب زي يشوع الى ان اصبح الانبياء اصدقاء للملوك وبعد كده اصبح الملوك اعداء للانبياء لان الانبياء بيقولهم كلام الحق الانبياء الحقين والملوك رفضين فعشان كده الملوك بيدوروا على انبياء كذبة يرضوهم لمنفعة شخصية وانت يعني تحكي خطرت في بالي ايتين من بطرس التانية لصاحة التانية من الاية الاولى ولكن كان ايضا في الشعب انبياء كذبة كما سيكون فيكم ايضا معلمون كذبة الذين يدسون بدع هلاك واذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم يجلبون على انفسهم هلاكا سريعا وسيتبع كثيرون تهلكاتهم الذين بسببهم يجدف على طريق الحق وبعدين بقول في اية ثلاثة وهم في الطمع يعني التأكيد لكلامك وهم في الطمع يتجرون بكم باقوال مصنعة الذين دينونتهم منذ القديم لا تتوانى وهلاكهم لا ينعس رائع جسيس انا حاطت الاية دي لانها اية رائعة بتأكد الكلام ده وشكرا لتأكيدك وشكرا لمحبتك فهنا بنشوف ان الفكرة الاساسية ان دول مصادر للنبوة فانت بتعرف ان النبي ده حقيقي ولا نبي كذاب من مصدر النبوة بتاعته وبتكلم بكلام الله كلامه بيتطفق مع طبيعة الله ولا بيتكلم بكلمات شيطانية ولا بيتكلم بعرافة ولا بيتكلم ب لاني في حاجة كمان الله ما بيغياش رأيه الله ما بيقوليش حاجة ويرح ينقضها تاني يوم او يلغيها تاني يوم لان الله فاعل مش رد فعل وثابت اه بالزبت لا يتغير احنا مرات كتيرة بنعبد الى زي البوليس العربي يعني البوليس العربي رد فعل لما تحصل حادثة يجري لكن ممكن البلاد الغربة بيحطوا قوانين للحاجات عشان تمشي عليها على فكرة البشر واحد في كل مكان بس الفكرة اللي بيلتزم بالقانون ولي ما بيلتزمش بالقانون او القانون او اللا قانون فهنا بنشوف ان الله هو الفاعل فمصدر النبوة بيتكلم عن بيأكد لي يا طرأ النبي ده حقيقي ولا نبي كذاب انا مش 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 هتكلم يعني انا بحاول اجري كمان عشان الوقت انا عارف الوقت بيجري اه فبنشوف النبوة اللي مصدرها الله شفنا وتكلمنا عنها انه صمويل الاول تسعة تسعة المعنى الكتابي حتى لكلمة نبوة هو اعلان من الله لاولادي عن مقصدي من ناحهم وحنا قلنا ان قصد الله هو الخلاص فبنشوف الكلام ده اه النبوة في الكتاب المقدسة مش هتكلم عن ذلك لاني هاجري على مواصفات صفات النبي في العهد القديم او مواصفات النبي الحقيقي اولا النبي الحقيقي ولا يعلن نبواته من نفسه ما بيتكلمش من نفسه احنا لو خدنا حتى تسنية 18 هنلاقيه بيتكلم عن النابل الحقيقي والنابل الكذاب لكن انا هقول لهم في نقاط سريعة ولو في وقت ممكن نجف عند اي نقطة حضرتك بتحب نجف فيها يتكلم بكلام الله ولا يتكلم من نفسه يوصل رسالة الله كما هي بغض النظر عن رد فعل الشعب هو مش اللي جال عنه الكتاب وحذرنا منه الكتاب لانه يأتي وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح فيقومون لانفسهم معلمين مستحكة ما سمعهم فيصرفون الناس عن الحق فهنا ده اللي مش النابل الحقيقي ده النابل الكذاب او المعلم الكذاب يعني في نفس القصة اللي ذكرتها في الانبياء في العهد القديم اللي كان عليهم روح غي روح ضلال وتكلموا حتى يرضوا الملك ويسمع الكلام اللي بيرضيه بس كان فيه رجل الله الملك التاني يهو شفاط سأل هل فيه بعد يعني كمان نبي قال له فيه ميخة فيه واحد بس مش على هواي هذا لا بحبه ولا بحبني سجنوه فقال لا طب خلينا نسمع كلامه وبعدين أجا ميخة وتكلم انه رح يقتل آخاب وبيته وكذا بس شو كان تحدي انه بوي قال حطوه طعموه خبز الضيق لحد ما أرجع شو كان الجواب قال له لو رجعت للملك أخاب شوف اللي بيتكلم هكذا يقول الرب لو رجعت الرب ما تكلم فيه وفعلا مات أخاب بزرط وحطوه في السلم لأنه تتكلم أخاب قال له انه هذا يعني شو كف ودي حاجة في في تسنية 18 لما بتكلم عن النبي والنبي الحقيقي والنبي الكذاب النبي الكذاب اللي هو بيقول انه هو متتحققش فعشان كده ميخة بيرجع لتسنية 18 بيعتمد على حقيق انه هو نبي الله الحقيقي معتمدا على المواصفات اللي في التسنية 18 لو فيه وقت نرجع لها بس هاخدهم في النقاط بسرعة يرد الله ولا يرد البشر لا ينسى شريعة الله مش ممكن ينسى شريعة الله حتى لما يغلط وخلي بالنا من نحامية نحامية لما كانوا في السابي وجا سمع ان صور روشالين منهادم وشعب الله ورشالين فعار نحامية جال ايه أذكر الوصايا التي أمرت بها موسى عبدك أنا مش ناسي أنت مش بتعمل حاجة ما قلتش عليها فبيؤكد الوصايا فعشان كده النبي حتى لو بينسى حتى التبرد نفسه لا النبي الحقيقي لا ينسى وصايا الله ولا شريعة الله يقود يكون قدوة للشعب في تنفيذ وصايا الله وهجف عند الحكاية دي جسيس نظار النبي ليس في حل من شرائع الله لو كان في حل من شرائع الله ما بقاش نبي النبي ما بياخدش حاجة زيادة عن نفسه زيادة لنفسه هو جزء من مخطط الله الأنبياء في كل الكتاب المقدس بيسيروا بتناغم بتناسق بنسجام وكل الأنبياء محور إرساليتها رسالتها شخص المسيح فلاحظ ما حد طلع عن الخط ولو حد طلع عن قانون الله نموس الله ولو حد ارتفع فوق الشريعة يقول ما أنا نبي أنا بحق اللي أكتر من الناس التانين لما هارون غلط واستجاب لرغبات الشعب وعمل العجل وهارون أنا فاكر كان من النوع شوية اللي تحس أنه هو بيحاول يبجي دبلوماسي حاول يصعبها على الشعب جالهم بتابي تدوني الدهب بتاعكم وعمل لكم عيش لفاكر أن الشعب يعني مش هيددوله الدهب لكن الشعب يعني يدفع دم جلبه زي ما بيقول باللغة المصرية عشان يؤكد الخرافة بتاعته وعشان يمشي وراء ضليل فهنا دفعوا الدهب وكان هارون في موقف لا يحسد عليه لما جاء موسى عمل ايه كسر الشريعة كسر الشريعة مع نبي يقول لهم أنتوا باليوم كسرتم شريعة الله قالت تقول لا تصنع لك تمثالا من حوتا ولا صورة ما فهنا النبي بينفذ الشريعة هارون مش في حل من شريعة الله ولا موسى ولا هو فوق الشريعة ولا هو فوق الشريعة بالعكس هو قدوة للشعب في تنفيذ الشريعة يعني بحب الآية اللي بتقول عن يسوع المسيح يعني ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله الكيفية ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النموس يعني المسيح لم يأتي لينقض بل ليكمل وفعلا حتى يسوع بكل كماله تبع الشريعة بالكامل هو صانع الشريعة التزم بها هو وضع شريعة التزم بها لكن اي نبي يجي يقول لي انا في حل من شريعة الله او في حاجات حلالية وحرام على غيري اذا كان في حاجة يسمى حرام وحلال يبقى دا مش نبي استحال يكون نبي من الله على الاطلاق دا نبي لانو كسر وسيط الله كسر وسيط الله ودايما بيعمل لشهواته ودايما بيقلي نفسه احسن من الناس لكن النبي في الكتاب القدس هو خادم للناس ليقود الناس لله واو كلمة خطيرة جدا يعني تذكرت هرون خلينا اسكر موسى يعني موسى يعتبر واحد من اعظم رجال الله في الكتاب المقدس في العهد القديم وتصور لانو يعني ضرب الصخرة مش كلم الصخرة واعتذر واعترف وتاب وحاول قال له الرب انت لم تقدسني يعني الفكرة انت ما ما مجتني شوف حتى ما سمح له مع انه اخرج كل الشعب من ارض العبودية من ارض مصر ما سمح له يدخل هو ارض كنعان لانو النبي انت نموزج في تنفيذ وصايا الله واش في حل من شراء الله خطير فهنا اي نبي اذا كنت انت بتتبع نبي في حل من شراء الله ده بيضحك عليك ده كداب ومخادع ومضل وبيضحك عليك ينادي بالتوبة والرجوع على الله وده اللوب بالرسالة بتاعته انه هو يتكلم عن الخلاص بالمسيح اللي جاي لكن في الوقت الحالي ينادي للشعب ان يرجع لله وعلى فكرة فكرة خروج الشعب من العبودية في مصر للدخول لارض كنعان عشان يكون الله هو المعبود الوحيد في ارض كنعان عشان كده مسامح لهمش للاختلاط بشعوب كنعان عشان يكونوا في شركة مع الله وفي دايما علاقة شركة مستمرة مع الله يلجأ الى الله ولا يلجأ الى البشر عندما يريد ان يعرف شيا يعني لو النبي عيز يعرف حاجة ما روحش فلان وفلان وفلان ويسأله لكن بيلجأ الى الله بيسأل الله واكتر من موقف احنا بتكلم عن موسى اكتر من موقف لما يتزمر الشعب موسى بياخد الشك ويرح لمين بيرح لله والله بيدي له الحل يرجع بالحل للشعب ابن الله متأكد أن الله هو الذي أرسله يتنبأ بنبوات يتم تحقيقها في عصره يعني النبي لما يتنبأ بنبوة تتحقق في عصره لو ما تحققش في عصره ما يبقاش نبي حقيقي يبقى نبي كذب مواصفات النبي الكاذب يعلن نبواته من نفسه ده بيتنبأ من ذاته من نفسه أو مصدره والشيطان لا يعرف من أرسله أو كلمه لأنهم فيش حد أرسله أو كلمه إلا الشيطان هو أداة في يد الشيطان يستغل الناس في خدمة أغراضه وشهواته يتكلم من نفسه ليس عنده رسالة بل كلامه متناقط يرضي البشر ولا يرضى الله ينسى كلام الله ويغير في أحكام الله يغير في شراء الله يحلل لنفسه ما يحرمه على الشعب يلجأ إلى الناس لمعرفة حل مشاكله الشخصية ليس له نبوات لا يتكلم بكلام الله بل يصف الله بأوصاف تنطبق على الشيطان أكثر من انطباقه على الله لأنه هدفه أن يضل الشعب الأنبياء الكذبة أنا عندي أكثر من شاهد لو فيه وقت ناخد شواهد بتؤكد على الأنبياء الكذبة يتنبأ بالكذب عندنا أرمية أربعة عدد تلتاشر لاتنين وعشرين مش هجرها كلها أجرب بعض الحاجات فقال الرب لي بالكذب يتنبأ الأنبياء بإسمي بيستخدم اسم الله لكن بيتنبأ بالكذب لم أرسلهم ولا أمرتهم ولا كلمتهم برؤية كذبة وعرافة وباطل ومقر قلوبهم هم يتنبؤون لكم لذلك هكذا قال الرب عن الأنبياء الذين يتنبؤون بإسمي وأنا لم أرسلهم وهم يقولون لا يكون سيف ولا جوع في هذه الأرض بالسيف والجوع يفنى أولئك الأنبياء لأنهم مما بينادوا بسلام زائف بينادوا بتخدير الشعب بتضليل الشعب بدلا ما ينادوا للشعب بالرجوع والتوبة يتنبأ حسب شهوات وأغراض الناس اللي هي برضو بترجع مع الكلام اللي موجود في تموساوس الأولى أربعة مستحكة ما سمعهم يقومون لأنفسهم معلمين هنا حتى الأنبياء بيعملوا كده ميخا 2.6.11 يتنبؤون قائلين لا تتنبؤوا لا يتنبؤون عن هذه الأمور لا يزول العار أيها المسمى بيت عقوب هل قصرت روح الرب هذه أفعال أليست أقوال صالحة نحو من يسلك بالاستقامة ولكن بالأمس قام شعبي كعدو تنزعون الرداء عن الثوب من المشتزئين بالطمأنينة ومن الراجعين من القتال تطلون نساء شعبي من بيت تناعمهن تأخذون عن أطفالهن دينتي إلى الأبد قوموا واذهبوا لأنه ليست هذه الراحة من أجل نجاسة تهلك والهلاك شديد لو كان أحد وهو سالك بالريح والكذب يجذب قائلا أتنبأ لك عن الخمر والمسكر لكان هو نبي هذا الشعب يعني الشعب عايزين حد يتنبأ لهم عن الاحتياجات بتاعتهم عن الخمر والمسكر الحياة اللي هو الشعوات بتاعة الشعب الوعود الكاذبة والانتصارات الكاذبة والوعود سواء في هذه الحياة أو في الحياة الآخرة يعني كأنه بيّع كلام بحيث أنه محفز لإجتذاب طبعا الناس اللي فعلا يعني مش عم تؤمن الإيمان الحقيقي وطبعا الآية حضرتك ذكرتها بطرسة تانية واحد نعم من واحد الاثنين وعشرين بطرسة تانية يتجرون بالطمع بالزبط فهنا بنشوف أني النبوات دي الأنبياء الكاذبة نقدر نلخص أني النبي الكاذب مصدر نبوته جاي من الشيطان أو من الشهوات أو محاولة إرضاء الناس لربح قبيح طيب أنا عاوز يعني نكمل في فكرة يعني لأنه الكتاب يتكلم عن الثمر من ثمارهم تعرفونهم بس أنا حابب أخذ مكالمة من الأخت فريال الأخت فريال أخت فريال أهلا وسهلا أنت معانا على الهوى الأخت فريال أهلا وسهلا فيك أوكي طيب لكان نستكمل الموضوع يعني واحدة من الأشياء اللي مهمة جدا الرب مش بس حذرنا لكن أعطانا إنه هاو كيف نفحص ونمتحن هاي الناس واحدة طبعا في تاثنية 18 أنت تكلمت أنه النبوة التي لا تتم يعني واحد بيجي بيحكي بيحكي شو الامتحان لازم تتم يسوع في العاد الجديد وسع الفكرة أكتر يقول من ثمارهم تعرفونهم وهاي نقطة كتير كتير مهمة نقطة مهمة لكن خليني كمان أخذ بس حاجة بسرعة في العاد القديم رمية 23 من 9 لاربعين نعم بيحط مجموعة من النبوات والأحكام على الأنبياء الكذبة وأنا هقول لهم بسرعة كنقاط من عدد 9 لـ 12 بيدينهم بسبب زناهم من عدد 13 لـ 15 بسبب أنهم كذبة من النبوة الثالثة بيتنبع عليهم من عدد 16 لـ 22 ينسبون كلماتهم للرب والرب لم يتكلم النبوة الرابعة عليهم يتكلمون على أحلامهم أحلامهم الخاصة النبوة الخامسة يطلبون وحي الرب بأفواهم لا بقلوبهم من عدد 33 لعدد 40 وهنا ده إزاي الكتاب بيدين والكتاب المقدس بيتنبع على هؤلاء الأنبياء الكذبة الجزء لحضرك ذكرته عن الصمر الصمر المسيح يتكلم عن ده وهو يتكلم عن ده حذرنا من الأنبياء الكذبة ويتكلم أنه من ثبارهم تعرفونه ما اللي يشتنوننا من الشوكع من الشوكعين أو من الحسكتين فهنا بيتكلم عن مجموعة مش ناس أشرار لكن ناس ادعوا أنهم أبرار لأنه هنا بيقول الناس دور هيجوا يقولوا المسيح إيه أليس بإسمك تنبأنا؟ بإسمك أخرجنا شواطين؟ بإسمك صنعنا قوات؟ حين أذن أصرح لا أعرف اذهبوا عني يا جميع فعيل إسم لا أعرفكم فهنا بيتكلم عن ناس خدت شكل الأنبياء الحقيقيين أو المعلمين الحقيقيين لكنهم في الأصل الأنبياء كذبة فهنا الثمار إيه هي الثمار اللي أنا أقدر أقول أن النبي ده فعلا نبي حقيقي لله الكتاب المقدس وضع نموذج رائع لثمرة رائعة أتمنى أن كلنا وأنا بصلي أني أقدر أنفس دي مرات كتيرة جسيس نظار أنا مش عايزة أقول المنصب أو المكانة مش عايزة أقول المنصب أو المكانة لأن الخدمة ما فيهاش منصب ولا مكانة لأن مرات إحنا بناخد الخدمة كمناصب أو مكانة معينة ومرات إن الناس لو إحنا سمحنا للشعب إن يدينا المكانة دي أو المنصب ده إحنا بنبعد عن روح الخدمة الحقيقية لأن المسيح حذر من ده في متى عشرين لما أم ابني زبدي جات وجلت له قل أن يجلس ابني هدان الواحد عن اليمين والآخر عن يصار في ملكوتك على فكرة المسيح ما يجاوبش على أم ابني زبدي وجه كلامه لو يعقوب يحنى مباشرة لأنه كأنه عايز يقول ده بعيد ده ملوش علاقة بالملكوتي ده ملوش علاقة بالخدمة فعشان كده ابتدى يوجه ليعقوب عن هل تستطيع أن تتحمل الألم هل تستطيعان أن تحمل الألم هل تستطيعان أن تشرب الكأس التي أشربها وأن تستبغى بالصبغة التي أستبغى بها أنا فجلوا نستطيع لأما كأسي فتشربها أنا هو الصبغة التي أستبغ بها أنا تستبغان أما الجلوس عن اليمين أو اليسار ليس لي أن أعطيه لأحد وابتدى يوجههم لأن التلاميذ ابتدوا يشوفوا فكرة الغيرة ودي حاجة بشرية العشرة اغتازوا فوجه المسيح الرسالة الحقيقية ورؤساء الأمم يسدونهم وعلى فكرة التلاميذ ده اليهود كلمة الأمم دي كلمة صعبة يعني إحنا بنا أخذها كده لأن إحنا أمم بس إحنا بجينا أولاد الله رؤساء الأمم يعني عايزوا يقول لهم عارفين يعني إيه ده الرؤساء الأمم يعني الناس اللي بعيد عن الله الناس الأشرار يسدونهم والعظماء يتسلطون عليهم أما أنتم فلا يكن فيكم هكذا بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما وابتدى يحط نفسه كمثال وينا بنشوف بقى النابل الحقيقي كمال النبوة شخص ربنا يسوع المسيح يضع نفسه مثال للخادم فهنا ثمرة من الثمار أي نوع من التكبر أي نوع من الفكر إن أنا عندي منصب ولا مكانة ولا أنا مشهور ولا مش مشهور ده فكر بعيد كل البعد عن الكتاب إحنا مدعوين إن إحنا نخدم بمعنى كلمة خدمة فالمسيح جاء كخادم والخدمة خلته يبزل نفسه وهو المسيح نفسه ابتدى يفرق بين ثلاث أنواع من القادة الأجير والصارق واللس والراعي الصالح الصارق ده معروف واضح لا يأتي إلا اليسرق أنا بالنسبة لي أسواقهم الأجير لأنه في وقت الخطر بعد ما انتفع من القطيع يرى الزئب مقبلا ويحرب ما مجاش خادم أما الراعي الصالح فيبزل نفسه عن الخراف فأنا بقول أني ثمار كتير الكتاب المقدس تتكلم عن صمر الروح وتكلم عن حاجات كتيرة لكن أنا بشوف أني مرات كتيرة بننسى من كتر ما إحنا حوالينا الناس ومن كتر الناس الناس بيقدرونا إحنا مرات كتيرة بننسى إن إحنا خدام جايين عشان نخدم لأن فكرة إن أنا أخدم دي مكانة عظيمة جدا جدا لما نوصلها نبقى إحنا نتمثل بالرب يسوع المسيح فده واحدة من السمار عشان كده النبي أو الخادم لا يتسلط لكنه يخدم ودي واحدة من السمار جسيس يعني إحنا إحنا قدامنا شيء 3-4 دقائق بالكتير يعني أنت حطيت الشرح وحطيت بعض المميزات في الرسالة الأخيرة الناس اللي بتقول أوك أنا عاوز أعرف يعني من الآخر كيف أعرف النبي الكذاب والكتاب اللي حذرني منه وإيش أعمل حتى أكون أنا في المكان الصحيح واحد من الحاجة المهمة جدا جدا أنا هاخدها بزبط كده لو أنا عايز أمشي مع واحد رايح مشوارش رايح مكان معين همشي مع اللي عارف الطريق ولا اللي مش عارف الطريق وتأيه ناس كتيرة وديانات كتيرة عايشين ويدي لك مبادئ وأخلاقيات أو حتى لا أخلاقيات لكنه مش عارف بعد الموت هتروح فين هو نفسه مش عارف رسل 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 لديانات مختلفة مش عارفين هيروحوا فين بعد الموت لكن أنا معايا النبي الحقيقي كمال النبوة المخلص الحقيقي شخص ربنا يسوع المسيح جال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة آمين فهنا أنا معايا اللي عارف الطريق مش بس اللي عارف الطريق ده هو الطريق وما فيش طريق غيره هو اللي بيعلن عن الله هو اللي في هو الله الظاهر في الجسد هو كمال الإعلان وكمال النبوة هو اللي تمم الخلاص فأنا يا طرى عايز لو عايز أخدع نفسي أدور على طرق مختلفة لكن أنا معايا اللي عارف الطريق اللي جال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة أنا بش بتكلم عن ديانة معينة لكن أنا بتكلم عن لو أنت عايز خلاصك ما فيش غير طريق واحد للخلاص من خلال شخص ربنا يسوع المسيح الشخص الصادق الأمين اللي كل جاله تم والناس لما شافوه ودي حتة برضو لحاجة سيس يمكن في الحوار حضرك ذكرت أكتر من شاهد لكن من ضمن متى واحد وعشرين أن ما حصلش الكلام ده قبل كده والمولود أعمى منذ الظهر لم يسمع أن أحد فتح عيني أعمى واحد خلق عيون جديدة فهنا المسيح كمان قدرته مش بس مجرد نبي يتنبأ لكن هو كمال النبوة هو الطريق الوحيد للخلاص فأنا بصلي أنك أنت تكون مع المسيح تؤمن بالمسيح تيجي للمسيح عشان هو الوحيد اللي هيوصلك للسماء وما فيش غيره شكرا جزيلا قسيس موضوع كبير وطويل لكن رب يعطينا فرص أخرى حتى نبلور أكتر على هذا الموضوع ربنا يباركك ويبارك خدمتك أحبائي في الختام عاوز أشجع كل شخص إذا عندك أي مداخلي أي استفسار نحب نسمع منك لكن عاوز أقول شيء مهم بحسب الكتاب المقدس بحسب كلمة الله أي نبي لازم يجي لازم فعلا يمشي بتناغم مع الوحي الكتابي شيء تاني الثمر لازم يكون واضح وأهم شيء في كل الموضوع أن لا يقلل من أهمية المسيح بل يمجد المسيح أي نبي لا يمجد المسيح فإذا هو نبي كاذب غير صادق بصلي أنه رب يفتح عينيك ويفتح قلبك وبصلي في اسم الرب يسوع الرب يعطيك هذه البصيرة الروحية حتى تدرك أهمية وخطورة هذا الموضوع وطبعا يعني كل الكتاب عم بعلمنا أنه المسجد الرب يسوع إلى اللقاء والرب يباركك اشتركوا في القناة